في مصر في حاجة لطيفة قوي تلعب على فترة اسمها لجنة العفو الرئاسي بيقودها شخص ما المفروض انه محامي ونشط حقوقي وله باع يعني في الحياة الحقوقية والسياسية والنضالية والكلام الجميل ده كله اسمه طرق العوضي الاستاذ طرق العوضي الحقيقة احنا قررنا نتكلم عنه النهاردة لانه فيه نشطاء اتكلموا عنه لكن عشان انا قلت حضراتكم الاول وله احنا نحاول نحن نتحلى بالمهنية على قد ما نقدر ففرق الاعداد تواصل مع طرق العوضي وقال له احنا عايزينك في مدخلة النهاردة برنامج اخر كلام على قناة مكمليين مع اسمه جويش فهو سأل مين ده فقال له ده مزيع البرنامج انا ما عرفوش طب يا سيدي ده حسابه على تويتر لو عايز تتعرف عليه انا ما شفتوش طب يا سيدي ده حسابه على الفيسبوك لو حابب تتعرف عليه انا ما قابلتوش يا عمي ده موضوع الحلقة وعايزينك تطلع معنا تتكلم عشان فيه كلام عنك يعني والله يا انا مش فاضي وراي شغل طبعا من حقق اي ضيف انه يرفض او يوافق او يقبل او اي حاج بس الحياة يعني اول مرة شوف يعني ضيف بيرفض عشان هو اصلا ما عرفش اصلا ما شفتش اصلا كده يعني كم من مداخلات اه بنعرف اسم المزيع طبعا بس بيكون كافي انك تعرف اسم المزيع ولك في الاخر كامل الحرية انك تكون موجود وتعلق وانا بقول الباب مفتوح للأستس طرق العوضي يدخل في اي وقت في قناة مكملين واخر كلام ويرض عن نفسه وعن الاتهمات اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي لانه بعض النشاطاء منهم محمد الجمال او الجمل كتب الحقيقة على صفحته على فيسبوك ان طرق العوضي يعض ولجنة العفو الرئاسي سلمه للامن الوطني طرق العوضي سلم معتقل سياسي قبل كده وكان السبب انه يقعد ست شهور بيتكهرب وبيتعذب ويقعد شهرين متغمي والناس في امن الدولة بيبهدلوا فيه خلونا نشوف مع بعض صورة البوست اللي كتبه محمد الجمل على صفحته ومحمد الحقيقة قال انه الراجل ده قال لي هتروح اسمي مش عارف ايه وتاخد تليفونك وما فيش اي حاجة فروحت هناك لقيت امن الدولة عاملين علي حفلة وبيعذبوني ومغمين عناية والكهربط في كل حتة في جسمي وعدت شهرين متغمي ومتكلبش وست شهور بعيد عن بيتي واهلي لحد ما طلع دي شهادة محمد الجمل وزي ما قلت طرق العوضي اهلا وسهلا بيه لو عايز يدخل يعلق ويتكلم